السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبابي اشتقت إليكم كثيرا هيا بنا نتحدث اليوم سويا عن صلاة التراويح فهيا بنا نبدأ ثبت بالأمس يا أحباب الصالحين هلال شهر رمضان المعظم فجلست مع أبنائي أشاهد بثا حيا من مكة المكرمة لصلاة العشاء وبعد الانتهاء قال المؤذن صلاة القيام أثابكم الله فسألتني ابنتي فاطمة ما هي صلاة القيام يا أمي فأجبتها وقلت لها أن صلاة القيام في شهر رمضان المبارك هي صلاة التراويح والتي يؤديها المسلمون تطوعا في ليالي شهر رمضان المبارك بعد آداء صلاة الفريضة وهي العشاء وذلك تقربا إلى الله تعالى وطلبا للأجر والثواب ولكن من منكم يعلم يا أحباب الصالحين لماذا سميت صلاة القيام في رمضان بصلاة التراويح أحسنتم يا أحباب المجتهدون سميت صلاة التراويح بهذا الأسم لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أطالوا في الصلاة استراحوا قليلا بعد أن يسلموا ثم يكملوا صلاتهم والآن يا أحباب الأذكياء من منكم يستطيع أن يخبرني ما هو وقت صلاة التراويح؟ نعم أحسنتم يا أحباب الصالحون الأذكياء صلاة التراويح تصلى بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وتصلى أيضا قبل الويتر في رمضان رائع يا أحباب المجتهدين والآن هيا يا أبنائي نعود لحديثي مع ابنتي فاطمة والتي سألتني سؤالا آخر وهو هل فرض الله علينا صلاة التراويح؟ فقلت لها إن صلاة التراويح ليست فريضة فهي ليست من الصلوات الخمس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وتحدث عن فضلها ليرغب فيها فحكمها يا أبنتي أنها سنة مؤكدة فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سألتني حبيبتي فاطمة الذكية المحبة لسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم مثلكم يا أحبابي وقالت لي كم عدد ركعات صلاة التراويح يا أمي؟ فأجبتها قائلة أن صلاة التراويح عشرون ركعة ويجوز أن يصليها المسلم أقل من ذلك حسب استطاعته وقدرته وتصلى صلاة التراويح في رمضان ركعتين ركعتين كل ركعتين بتسليم يقرأ فيهما الإمام سورة الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن الكريم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا على الصلاة والآن يا أبناء الرائعين من منكم يستطيع أن يخبرني عن كيفية آداء صلاة التراويح؟ أي هل تكون صلاة التراويح في جماعة أم نصليها فرادا؟ رائع يا أحباب الصالحين صلاة التراويح تسن فيها الجماعة وتصح فرادا وصلاة التراويح يا أحبابي هي عبادة عظيمة تقربنا إلى الله تعالى لأنها في شهر مبارك عظيم كرمه الله تعالى وأنزل فيه القرآن الكريم بواسطة الملك جبريل عليه السلام وعليكم أن تعلموا يا أحبابي أنه بصلاة التراويح في رمضان نستطيع أن نختم القرآن الكريم كاملاً لأننا نستطيع أن نصلي بالقرآن فيها من أول رمضان إلى أن نختمه بفضل الله تعالى فيالا جمالها من عبادة مباركة وختاماً يا أحبابي نكون قد تعلمنا سوياً اليوم أن صلاة القيام في شهر رمضان هي صلاة التراويح والتي سميت بذلك لأن الصحابة كانوا إذا أطالوا في الصلاة استراحوا قليلاً بعد أن يسلموا ثم يكملون صلاتهم وتعلمنا أن صلاة التراويح سنة مؤكدة وأنها تصلى من بعد العشاء في رمضان إلى الفجر وأنها تكون قبل الوتر وأنها عشرون ركعة فأقل وأنها تصلى ركعتين ركعتين وأننا نستطيع أن نختم بها القرآن في رمضان فالحمد لله العليم الرحمن الذي شرعها لنا وإلى هنا يا أحبابي نأتي لختام درسنا اليوم ألقاكم في درس آخر إلى اللقاء اللقاء لا 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 ترجمة نانسي قنقر